وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى بص الرمز الصغير اللطيف دواً هتعمل إيه يا رسول الله؟ ينزل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وينزل جبريل ويقف عن ضحاقة قدام المسجد الأقصى أول ما ينزل النبي يقوم واخد خطام البراق وربطه في حلقة أمام المسجد ويتبت الرابطة إيه يا رسول الله؟ ده البراق ده نزل مخصوص عشانك هيجري البراق مثلا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم حيخرج هيلقي البراق مشي ده عبد من عباد الله جاي مخصوص عشان الرحلة دي وده لو جمل ولا ناقة كان كنا نقول لكن ده البراق اه لا ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك مبدأ المبدأ ان التوكل على الله لا يعني ان انت متاخدش بالاسباب اربط البراق ده مضمون اربط البراق الدنيا كده اتعلم في الدنيا انك تتوكل على الله وتتحرك في الدنيا صح فدي خطوة صح يقلب به فهمين الدرس الحلو قوي 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 مش معنى ان انا متوكل على الله وعبد رباني ان انا ملاخبة الدنيا وتقول ما ربنا هيحلها لا ما فيش حاجة اسمها كده اربط البراق ده مضمون اربط البراق والنبي بفطرته عملها رغم انه عارف ان البراق ده حاجة يعني ما حصلت شاك